القرآن الكريم فحرقه الله في هذه السيارة مع اثنين من الشرطة الحماية له شوف يا جماعة الخير في أمور تظهر من الناس كتحدي لله سبحانه وتعالى هذه لا يتركها ربنا يرسل العذاب فورا والعقاب أما في أمور تحدث من الناس جهل أو خطأ أو نسيان الله لا يأخذ على الخطأ والنسيان وما أكره عليه في أمور تحدث كجهل ولكن حدث أي أمر كحرق القرآن الكريم تحدي لله سبحانه وتعالى الذي لا يضره شيء لا تضره معصية الكافرين ولا تنفع طائعين أقسم بالله هذا اللي يقولكم رح يحرق القرآن بعد خمسة أيام طبعا عشرة باقي لها خمسة أنه سيحرق القرآن أقسم بالله ستسمع عنه العجب من صاعقة من الله سبحانه وتعالى إذا كان متحدين الله سبحانه وتعالى لأن هذا الخايب لمعفن فعل فعلته على أساس أنه يأخذ اللجوء ولكن أتحداكم إذا يعيش يوم واحد براحة لن يذوق طعم الراحة سيلجأ إلى السويد ولكن والله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه فلذلك تروا العجب ماذا سيحصل لهذا نقول يا أما النجاهل يا أما من شياطين الإنس فإن كان من شياطين الإنس متحدي الله سبحانه وتعالى رح تسمع القصة وراء القصة مثل التيتانك لما قال قائد سفينة التيتانك الباخرة من أول رحلة قال حتى الرب الله لا يستطيع أن يغرقها أغرقها الله وكسرها بالنص من أول رحلة المركبة التي صعدت بطريقها إلى القمر متحدية اسمها متحدية تحدمين انفجرت وهي في أول دقائق في صعودها طائرة النمرود التي عملت حفلتها الختامية انفجرت وغرقت بالبحيرة جنب بيتي طيب في رحلة الوداء فلا نتحدى الله سبحانه وتعالى ترى تتحدى الله سبحانه وتعالى غير أنك تخطئ وتذنب الذنب والخطيئة الله سبحانه وتعالى يغفر سبحانه وتعالى بدمعة وحدة يغفر ذنوب العمر أما التحدي مباشر لله سبحانه وتعالى تسمع قصة وراء قصة من الدمار والعار لهؤلاء فلذلك القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى في القلوب كلام الله سبحانه وتعالى عندما يأتي متهور ويريد الشهرة أو يريد الجنسية أو يريد أو يريد يفقد كل الراحة والسكينة يفقد كل شيء ما يسمى بالطمأنينة ويعيش معيشة ضنكة حتى يصلها عذاب الله سبحانه وتعالى أكثر من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتظروا خبر هذا اللعيم ترجمة نانسي قنقر